موسيقى مع انطلاق الحملة الانتخابية ومصاحبها من تنظيم العديد من التجمعات والنشاطات الجوارية انطلقت معها حملة موازية على مواقع التواصل الاجتماعي اين اصبحت وسيلة محورية للمترشحين لاستقطاب اكبر عدد من الناخبين بالنظر للانتشار الواسع لهذه المواقع نجد ان الان في الايام هذه الحملة الانتخابية نجد هناك منشورات كثيرة وكثيرة جدا بنطاق واسع موجودة في الفضاء الازرق الجزائري المتمثلة في صفحات المترشحين والسعملت بطريقة تقنية عالية وبجودة ممتازة في ارسال وفي توضيح رغبات المترشحين عن طريق الصور وعن طريق الفيديوهات وعن طريق الكتابات التي تصل بسرعة فائقة الى المواطن ويتفاعل معها بكثرة المزايا الكثيرة التي يتميز بها الفضاء الالكتروني على غرار الانية في نشر مختلف نشاطات المترشحين اضافة الى امكانية طرحها بعشكال مختلفة لشرائح واسعة من المجتمع في نفس الوقت جعلتها منبرا مهما للمترشحين بما ان التكنولوجيا الان الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن كتابات وصور وفيديوهات فعندها جذبية اكثر للمواطن لكي يتفاعل مع هذه الالية التكنولوجية الجديدة التي تختلف على الالية القديمة التي كانت تتمثل في المناشير وكانت عندها نتائج جيدة لكن النتائج الان التي تأتي عبر الفضاء الازرق المتمثلة في الكتابات وانية وضع وسرعة وضع المعلومات وسرعة التعامل معها تخلي كذلك استجابة كبيرة وتخلي حتى تخلي الحملة تصل الى بيوت جميع الجزائرية عن طريق الهتف النقال والحملة الانتخابية الرقمية الموجودة الان في الفضاء الازرق التي هي تكلف قل جهدا وقل جهد جسدي وقل تكلفة مالية في استعمال هذه الحملة الانتخابية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لا تكاد التجمعات والخراجات الميدانية تنفصل عن العمل الموازي عبر الوسائط الاجتماعية وفي كل هذا يبقى محتوى البرامج التي ينبغي ان تتماشى مع تطلعات المواطن على اعتبارها اهم عامل في اقناع الناخبين